لساء متبرجات عندكم بزاف بارشة متبرجات فتنة فتنة كبيرة شمال والفتنة اه 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 ليلة محمد رسول الله دبرتش بناية تنسية معنات عمش تخطبها بش تعرص بيها وإلا بتاخو كان جزائريا موقيس واحدة اه كالله يباك تعجبوا لي انا بروحي ما نديهاش تنسية علش ما تديهاش تنسية انت كيبين انت تنسية اقلقو هو ما شافش يا جماعة الراجل ما شافش ولا تونسية محترما الراجل برضو انت مين عشان تحكم على واحدة لبسة ازاي واحدة لبسة ايه واحدة لبسة ايه إنها مش كويسة, إنت ما لاجش دعوة طبيعة لبسها إيه? محجبة، مش محجبة لها كل الاحترام الحجاب وطريقة اللبس دي حاجة تخص البني أدمى بربنا إنت ما لاجش دخل فيها، وما لاجش إنك تحكم عليها، وما لاجش إنك إنت تحكم على الشعب التونسي لإنه أنت عندك في الجزائر في نفس الحاجة، فيه المحجبة اللي على رأسنا من فوق، وفيه اللي مش محجبة اللي على رأسنا من فوق برضو يعني عادي كل الاحترام للمرأة سواء كانت محجبة او مش محجبة لابسة ازاي مش لابسة ازاي دي حاجة ترجع لها وتخص علاقتها بربنا انا كراجل مليش دعوة بده انما انت وامثالك في كوكب لا لا اصحاب نفس العقلية دي مش راجل لانه الراجل ما يفكرش كده او الراجل مليش دعو بخل الله انما انتو بص بيغبط في شعب كامل والموزيعة التونسية مش عارفة ترد عليه يعني يا واقفة مش مصدقة بتقوله اننا احنا كفار مثلا مش عارفة تقوله ايه يعني مش مصدقة انها بتتعامل مع بني ادم بالعقلية دي خلوا بالكو يا جماعة هم دايما كده يعني هو بيقوله كده على المصريين وعلى المغربة عادي جدا يعني هو اول حاجة يقول هل انا كمصري بيدخل في التعليقات تكتب لي ايه يا ابني الرقاص يا ابني في عبدو هو ده كلامه هو ده كلامهم ما عندهمش ثقافة تانية ما عندهمش اسلوب تاني فهم شايفين تقريبا تقريبا يا جماعة هم يعني ملايكة وهم فوق الارض هم مش عقبوا للمصريين ولا المغربة ولا التوانسة هم مش عقبوا لانه مش ده بس يعني هم مش ده بس اللي تقال عالتوانسة تعرفين اللي تقال سواء عالتوانسة او المصريين او المغربة بقى بيطلعش الكلام دي غير من دول من النوعيات دي اللي هي نوعيات ايه كوكب لالا فأترك لكم باقي التعليق بقى الاول مش يديروا دولتهم قضي الصحران ما همت وجهة احنا الشعب الصحراوي لازم لاستفتاء ليده مستقلاله ولا يقرر قرار displays وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر ما كهاش اللي يقرر في بلاسته وانتو مالكم الشعب الصحراوي ده عايش فين في المغرب هو الشعب المغربي انتو اعتبرته شعب لوحد واحد وبقى ده حاجة بترجعلكه إنما هو شعب مغربي عايش في الصحراء المغربيةوتحت الرن religion معرفش يقرر مصيره فين واتو اصلا مين وايه علاقتك بالموضوع وايه دخلوكو مش عارف عن ناس اللي عايشين في الصحراء المغربية دول يعني آآ رايبكو مثلا ولا دخلتكو مثلا في كوكب لا 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 دول مغربة عايشين تحت الراية المغربية ملكوش انتو بقى نوكو تتكلموا يعني آآ قالك الشعب الصحراوي هو اللي يتكرر محدش يتكرر في بلاستو طب انا اقول لك على حاجة تانية الشعب المغربي هو اللي يتكلم محدش يتكلم في بلاستو الشعب اللي عايش في الصحراء المغربية هو شعب مغربي فمحدش يتكلم في بلاستو هما عايشين تحت السلطة المغربية وتحت الإدارة المغربية وتحت حكم الملك محمد السادس وتحت الراية المغربية والعالم المغربي. وعايشين الحمد لله في مدن جميلة جدا. انا بشوفها لسه مش ظهرتهاش. ولكن بشوفها في الصور والفيديوهات مدن جميلة جدا. فحضراتكم الكوش داخل بالصحراء المغربية برض نفس الكلام. اه محدش يتكلم في بلاسة المغربة في القصة دي. بعد ازنوكو يعنى كوكب لالله. احنا نعرفوا باللي ايه باش ندوروا الجمهور دي انا نعرفوا باللي هدي منطقة نزاع الصحراء الغربية. المينورسو والقبعات الزرقاء موجودة تم. يعنيش موجودة تم. لو كان كانت اعراضي تاكم. لماذا المينورسو موجودة تم. اه معلش يا جماعة عندي سؤال بس هو مش ده برنامج كرة كابتن يعني لو سمحت عشان انا بس حاسس ان انا نتاية. مش ده برنامج كرة برضو انتم ما بتحبوش اللي بيدخل السياسة في الكرة والكلام ده. طيب ده برنامج كرة. ايه علاقتك انت بالصحراء المغربية وارض المغرب يعني مش عارف. اه يا جماعة مش ده برنامج كرة? ولا ايه? ايه اللي دخل السياسة في الرياضة? يعني دول قاعدين في بلاتو في برنامج بيتكلموا المفروض في الكرة بيتكلم في الارض بتاعت المغرب. يعني واحد قاعد في برنامج كرة بيتكلم على ارض المغرب بكل بجاحة. هو سايب الكرة والفرق بتاعته اللي بتلعب والمبارلة هتتعدي انا اقول لكم بالليل مفاجأة في قصة المبارلة هتتعدي. والحاجات اللي هم متهيق لهم والعيشة اللي هم عايشينها بتاعت الكرة. وسايب كل ده واقعب بيتكلم في برنامج المتابعين بتوعه اصلا المفروض ان هم متابعين كرة بيتكلم على اسعار المغربية وارض المغرب. يا ابني انت مالك. انت ايه يعني ايه مش قادر اصدق. يعني الموضوع صدمني. اما شفت الفيديو قلت انا فتحت برنامج سياسي. لا هو برنامج كرة. بس هم ما بيحبوش اللي بداخل الكرة في السياسة. لكن يتكلموا هم على ارض المغرب دي مش سياسة. دي اه لكن انا اتكلم على ارض المغرب زي ما انا عايز دي مش سياسة. اعترض على خارطة المغرب على التشيرت دي مش سياسة. انما هم المغربة يلبسوا خارطة بلدهم على تشيرتهم دي سياسة. هو غلاسة كده. الحقيقة انه بالنسبالي اللي انا شفته دل وقت ده كله يعني يتحط زي ما قلت لكم قبل كده هتحط في قناة سبيستون. ليه? لانه اول الفيديو واحد طالع بيتكلم مع مجيعة تونسية حتى يا اخي خلى عندك لباقة واحترام وادب وانت بتتكلم. طالع هي واقفة قدامه وتونسية. اقول لها انا ما شفتش واحدة في تونس تنفع تدخل بيتنا. ايه? انت بتغلط في شعب كامل يخرب بيت التربية دي يا جماعة. ايه التربية دي? ايه? انا ما شفتش تربية كده. وبعدين امشي في شوارع بلدك هتلاقي انت عندك في الجزائر هتلاقي المحجبة والمتبرجة واللي لابسة قصير واللي لابسة طويل. وتاني بقول كلهم ليهم الاحترام. انا ما ليش دعوة. انا ما ليش دعوة دي لابسة ازاي ودي لابسة ازاي. يا مش مراتي. انت لك كلام على مراتك. انما ما لكش دعوة الناس بتلبس ازاي وبتمشي ازاي في الشارع في بلد مش بلدك كمان. بصراحة انا عمر ما شفت كده ولا هشوف ولا انتو كمان هتشوفوا لانه مفيش اعجب من كده ولا اغرب من الناس دي ولا طريقة تفكيرهم. وطلع امبارح الموزيع بتاعهم يقول لك احنا ليه الناس احنا ليه التوانسة والمصريين بيحبوا المغربة وبينحزوا للمغربة. شوف انت بق انا عمر ما شفت مغربي طلع بيقول كده على شعب الله كله. ما شفتش مغربي طلع بيعمل كده. انا مع حضرتك عندك بشوف ده كل يوم. بشوفه في الاعلام وبشوف التعليقات عندي حاجة ما اعلن بها لربنا يعني. وبعدين طلعين يقولوا احنا عايزين الشعب الصحراوي هو اللي قرر محدش غيره. ما فيش حاجة اسمها الشعب الصحراوي في الشعب المغربي. وعايشين على ارض الصحراء المغربية. لا فيها اش مناقشة ولا فيها كلام. وما حدش تقريبا بيهري في الموضوع ده غير عند حضراتكو في كوكب لالا. والتالت طالع عامل برنامج كورة. بيتكلمة مفروض في الرياضة. المفروض برنامج بتاع رياضة. طالع بيقول لك احنا الصحراء وارض المغرب والاراضي المغربية دي اصلا مدايقانة. واحنا تعبانين نفسيا وفي الفيديو بتاع بالليل. هوريكوا واحد بمنتالبة جاحب بيقول انه خريطة المغرب اللي على التشيرت بتاع نهض البركان. تعدت. تعدت على السيادة بتاعت الجزائر. ما عرفش ازاي. يعني لحد دلوقتي مفكر هو قصده ايه. مش قادر اوصل هو قصده ايه. ما عرفش. ايه علاقة خريطة المغرب بالسيادة بتاعت الجزائر. ولا هنفهم. ولو عابس ما نشوف فيديو باللد وبعدين ايه نبقى نتناقش في القصة دي بعدين. اترك لكم التعليق وفي نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بالزاب حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وكالعادة لان الله في كوكب لالله سؤال حلقة اليوم. والسؤال بتاع حلقة اليوم كوميدي شوية ما هو الجبل اللي الجزائريين قالوا عليه انه المغربة سرقوا منهم. دي دي تتحطي في عجاب الدنيا السبع الكلمة دي. عارفين يعني ايه واحد يتم واحد انه سرق جبل? ايه هو الجبل بقى? طبعا انتو عارفين. بس انا حبيت ايه? افارفش كده عشان اعرف الناس ان الموضوع وصل بكوكب لالله انه بيقول انه المغربة سرقوا جبل. ما عارفش شلتو ازا مغربة ده مش عارف بقى. اه? لان الله في كوكب لالله. الجبل هو طبطال طبعا. اشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.